اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابعو في موضوع حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتابعو في موضوع حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضوع هذا الدرس من باب التذكير أنه في الإيمان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله تعالى وأن إسلام المرء لا يتم إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وَبِمَا جَاءَ عَنْهُمْ On ne peut être musulman sans croire en le prophète صلى الله عليه وسلم croire en ce qu'il a rapporté le prophète a rapporté certes deux choses وقد جاء في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أَلَا إِنِّي أُوْتِي تُلْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوْتِي تُلْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Il dit صلى الله عليه وسلم الله عز وجل m'a donné et le 5 Coran et quelque chose qui ressemble au Koran avec le Koran Qu'est-ce qui ressemble au Koran c'est-à-dire c'est une révélation aussi c'est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتية القرآن وأتية الحديث النبوي وليس هناك شيء آخر إنما هو كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحيون يوحا Il ne parle pas par impulsion ce n'est que révélation révélée صلى الله عليه وسلم donc lui quand on lit ses hadiths clairement si on veut être objectif clairement quand on lit les hadiths dans les différents domaines ça ne peut pas être l'invention du prophète صلى الله عليه وسلم les hadiths nous parlent de la génétique les hadiths nous parlent de la médecine les hadiths nous parlent de la transmission de ce qui est maladie les hadiths nous parlent de la prévention les hadiths nous parlent du futur ça ne veut pas être une invention du prophète صلى الله عليه وسلم sans rentrer dans ce qu'on est en train d'apprendre d'une façon progressive et d'une façon qui est académique prouver que le hadith vient d'Allah il ne veut pas être une idée de la mort لكن المعنى هو من عند الله لك est qu'un مكان يمكنك الفرس والحديث في الدولة قرية الفرس والحديث هي الفرس والحديث ولكن الفرس والله سيوتي كما انني ارتك سبت كذلك ما أعطتك أرتك وانني أقول أنني أنني أرسالك لك أنني يفعل كذلك هذا Plan حديث حديث أعطك وانني أقول ويجب أن تتكلم عن طريقة ما تريدين ولكن هذا هو القرآن مثل الرسالة التي كتبها أحدكم بيده ثم أعطاها لراجلين وقال له اقرأها على الناس فالرجل لا شيء له إلا القراءة هذا القرآن أما الحديث أن تقول لفلان أخبر الناس أن يأتوا غدا في الساعة السادسة فأنت أعطيته المعنى لكن هو سيعبر بطريقته فيقول أيها الناس أنت لم تقول له قل لهم أيها الناس أنت قلت أخبر الناس فهو قال أيها الناس اجتمعوا فعندي كلام مهم أريد أن أبلغكم إياه غدا عليكم أن تأتوا في الساعة السادسة فهو زاد في الكلام لكن المعنى هو هو donc le sens est le même l'expression vient du prophète صلى الله عليه وسلم ça c'est الحديث الحديث النبوي فيه ذكر لعلامات الساعة التي رأيناها ورأاها من قبلنا وسيراها من بعدنا وهذا لا يمكن أن نكون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين يلبسون الشعر التطار والمغول لا يمكن أن نكون من عند رسول الله وسلم لا يمكن أن يكون من عند رسول الله وسلم لا يمكن أن يكون من عند رسول الله وسلم في الساعة الساعة في الساعة السادسة من الهجرة وقد وقع وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ce n'est pas dans le قرآن حينما قال دون حسن بن علي رضي الله عنهما دون حسن رضي الله عنهما عن أبيه إن ابنه إنه تنكور أن أفاق حماله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا سيد يَمُنْ بُتِي فِيسْ يَتْ أَنْ مَتْرِ لَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَصْرَحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَيْنَ طَائِفَتِ مُعَاوِيَا رضي الله عنه وَبَيْنَ طَائِفَتِ عَالِيٍّ رضي الله عنه بعد مقتالي سيدنا علي رضي الله عنه Le prophète a dit que c'est lui qui va concilier deux grandes parties deux grands clans de musulmans le clan de Ali le clan de Mu'aoui après l'assassinat de Ali c'est le Hassan qui va réconcilier les deux وَنَبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ ثَنَثِينَ سَنَا وَقَدْ وَاقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذا ليم كُلَن يَكُنَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَنَبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَا أَنَّ السَّعَةَ لَن تَقُوم حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ نَارٌ في المدينة il y aura un feu à Midine à des centaines des milliers de kilomètres les gens vont voir dans le ciel la fumée et la lumière de ce feu سَلَتْ أَنْهَارٌ في القرن السَّابِع من الهجرة au 7ème siècle de الهجرة أَنْهَارٌ مِنَ الْبُرْكَنِ في المدينة il y avait de la lava à Midine partout il y avait des volcans et ça a duré des jours et des jours وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَا عن الشام أن الإسلام سيدخلها وقد دخلها في زمان عمر واليمن والعراق وفارس il a parlé de ce qui va se passer après lui صلى الله عليه وسلم il a parlé عن ذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَا أَنَّهُ سَيَأْتِ زَمَانٌ تَكْثُرُوا فِيهِ الْأَمْتَارُ وَلَا تُفِيدِ وَتَسْقُتُوا فِي الْمُدُونَ تُدَمِّرُوا الْبُوِيُوتُ وَتُدَمِّرُوا وَلَا يَنْتَفِعُوا بِهَا الْفَلَّاحُونَ il viendra un temps il y aura une abondance de pluie dans les villes donc pour les agriculteurs ce n'est pas intéressant ça va détruire les maisons mais ça ne va pas servir à grand chose parce que ça tombe dans les villes وَنَحْنُ نَرَى شَيْئِم مِنْهُ فِي زَمَانِنَا وَتَحَدَّثَتْ صلى الله عليه وسلم عن السيّارة la voiture عن اختراع السيّارة قَالَ يَأْتِرْ رَجُلُو فِي شَيْئِم يُشْبِهُ الرَّحْل كَأَنْهُ بَيْتِ il dit viendra un temps où les musulmans viendront jusqu'à la mosquée dans quelque chose qui ressemble à une pièce mais qui est mobile قال qu'il y a un chumé qui est le rachm qui est le qui est le le musâphir c'est le qui est le qui est le qui est le il dit qu'il y a un bain où il y a un chumé il dit il va se stationner devant la mosquée il va se stationner devant la mosquée et il va se stationner les sahabes ne connaissent pas ça وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحِينَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ subhanahu wa ta'ala il nous a parlé de tout ça et des centaines et centaines et centaines et centaines de choses ça c'est une preuve évidente ça rentrerait encore dans les choses qu'on va voir et pour te dire que ça ne peut pas être un hadith qui vient du prophète c'est pour dire moi je nie l'existence de l'hadith je ne crois qu'à le quran ce n'est pas un hadith ce n'est pas un hadith c'est un hadith quelqu'un qui ne croit qu'à le quran comme il prétend que c'est un menteur ou bien c'est un ignorant il va dans le sens opposé aide le quran aide la tradition aide les sahabas aide les musulmans aide la réalité Guatemalan il va s'allonger sur son fauteuil sur son lit il va s'allonger sur son fauteuil où on se demande il viendra plus de temps certains musulmans ils vont s'allonger sur son fauteuil sur son lit il va se répondre son Yahoo il va se demander et il va se demander يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاته سأسألكم فيما تفتتحون الصلاة تعلم بماذا تفتتحون الصلاة لن نبدأ بشكل صلاة نبدأ بماذا؟ قلوا يقام الصلاة يقام الصلاة أنت في القرآن؟ لا لا الله أكبر كان في القرآن؟ لا أبقى التكبير يا كوهد دعاء يستفتاح كان في القرآن؟ لا كان تقرأ الفاتحة والصورة كان في القرآن؟ لا هل يقرأ في القرآن؟ هل يقرأ في القرآن؟ لا طيب الركوع كيف تركع؟ القرآن يركع مع الركوع لكن كيف تركع؟ القرآن يأمرك بالركوع والسجود لكن كيف تركع؟ أين تضع يديك؟ كيف يكون ظهرك؟ على أي شيء تسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينا لا سبعة أعضاء الجبهة والأنف واليدان هذا الجبهة والأنف واحد اليدان والركبتان والقدمان سبعة أعضاء سبعة أعضاء في القرآن؟ لا يوجد في القرآن ما تقول في القرآن؟ ما تقول في القرآن؟ ما تقول في القرآن؟ ما تردت؟ كم نعتد في القرآن؟ ما تقول لا يوجد كثير في القرآن لا يوجد كثير في القرآن الله يقول في القرآن يا أيها الذين أمنوا إذا نريد صلاة من يوم الجمعات فسعوه لكي رب العربي اللهم يفترون في نهاية الديو لكننا نبقل أولاً ديوماً لكننا نحتاج كثير في القرآن؟ 11 قرآن؟ لا يوجد كثير في القرآن نعم و في القرآن لم يكن يقول أن تخطب وفرره ومن المحكة في الصلاة؟ أ LO تؤذ Buran crenat أفضل ت عدد الى الأذن نفضل تجلب الطبيعة وَكَوْمُوَعَ الْصُلُّوَعُ الْصُلُّوِعَ الْصُلُّوِعَ الْصُلُّوَعَ الْصُلُّوِعَ الْصُلُّوِعَ الْصُلِن وَمَمْ كَوْنُّ... حتى الأذان الله أكبر الله أكبر كميع دو فور دو وكاتر الأذان إما تكبر جوج الله أكبر الله أكبر أو الأربعة كيف في القرآن لا بدون القرآن الكريم تنتم دون القرآن حي على الصلاة حي على الفلاح كيف في القرآن إذن أغتغ الأذان مبقى الأذان لا إقامة لا صلاة لا جمعة لا عيدين ولا toutes les prières vont tomber en nous نوافل كل نوافل دو وكاتر أفضل لا يوجد في القرآن مبقى الأفلا ولا فاردا ولا احتشي حاجة إذا وفني الزكاة الزكاة الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده عندما تحصاده سوف تزول العشور حسنا 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 كمية أفضل أفضل كمية أفضل 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 والحج وفريق والحجج كل هذا بسببها وبسبب تلك تباس كأنه الهزار نحن ببريدين وكبر لدين وعنة يقولون نقول نائه في القرآن تخبروني في القرآن يدعون يجب أن يكون ذلك المطبع يساقل يا صهر على ما يجب أن يكون من الشجأ ما الذي يقول في العراء؟ عندما يقول ذلك كذلك كان يقول هذا المسمية لأن هناك هذا الموت مع أشخاص qui لا تعرفونه أو معاوية الأولى لا يمكن أن تكون معه في الناس هناك هؤلاء�� يستطيع ان تسمع الحديث يوجد القرآن يعتقد أنه يقدم أفعله كان ذلك في قولكم لا يصدر السperar ويقول السابق يعني الجدلاب يعني سببها دور المؤسس يجنان ميقجح عندما يتبعوا بأنهم جانبتان أشخاص حتى الثقة المتابعة لماذا ينزلون لأمان الناس تقول لها لماذا؟ كانوا يرونها في رقم الناس ان يرونها في رقم ومن المسلمين يتم تسلق بسرعة فهو يمكن أن يكون المنطقة تشترك تصني أنها تحملها هي الثانية ومن المنطقة ومن يقول أن الشيء لا يوجد الحديث لا يوجد أن يوجد هذا هو الأساس الذي يقوله لك أن يوجد الحديث أما احنا كاملين على ضلال مبين تحية كتشهدوا ففت التحيات تحيات لله الزكية لله إلى آخر تحيات لله الصلوات والطيبة فين هي في القرآن الكريم ما كينش فإذن معنى إنكار الحديث إنكار للدين يبلد الدين الإنسان سنة أيضا نحن من عمر تحيات للقرآن الكريم 24 في 24 سنة تحيات تحيات سيقان سيكون لك سنة هزنگ سنة سنة يمكننا ايضاً لو أن نذهب لكي يتم تدرس ثلاثوني لن يتدرس في 24 من أراد أن يختم القرآن و هو عنده وتبارك الله عنده الصحة والقوة تختم ثلاث سيئة ثلاث سيئة و الذي يريد أن يرسل يعني هل سيئة سيئة سبعة ساعة تختم القرآن إلى الزرابية ختمت القرآن نبي صحيح 23 عام كيف يقول هذا هو الحديث عندما يقول الحديث في سبيل صحيح هذا ما يقول في سبيل صحيح يقول صحيح عائشة يقول لا يقول المسلامة يقول لا يقول فإذا تكلم وكلّم زوجته حفصة أو المسلامة ولا عائشة ولا زينب ولا ميمونة أم حبيبة هن اللواتي روينا لنا الحديث يا أبا بكر أبو بكر قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء يقول في صلاة ألا فان تحيت علموا الرسول علم دعاء لأبي بكر الصدق يا عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهكذا فسيرته حياته مليئة في حديثه صلى الله عليه وسلم كيف ينكره حاقل أحباب الكرام تعرفون لما لأن المشكلة قلتكم يقولون لأن المشكلة لا يصدق لأن المشكلة لا يصدق لأن المشكلة لا يصدق لكن يقولون المشكلة صلى الله عليه وسلم في الحجرة عندما يخرج من مكة يقولون في الهجرة ثانية اثنين إذ هما في الغار سيدنا أبو بكر الصدق رضي الله عنه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصدق رضي الله عنه زيد كيف يمكن عبد الله بنوع ريقت الدليل لغيد خبير بالصحراء وطرقها ولي لشيف منكون طريق الهجرة كموزالي العمرة العمرة اذا حضرتك في الوطف يمكنك تنتقر طريق الهجرة كم فجام صعب بكثير سيئة ايه يملك حاجة على صوت انك رأي طريق من الصعوبة وشدة لا إله إلا الله انت تذهب بالسيارة كات كات رباعية الدفع في العربية والله لا تقطع المسافة إلا بشق النفس من جدة الحر وعورة الطريق لأنه أحيانا يسعني أنه يخرج على الطريق المعروفة لأنه يتلقى الكوريش والأتباعي دفوع يقيت لغوت دي كهار يدفع من خارج فهي مجددا كتنم من خلالها من رجال وحجار وحجار قد يزال طريق المعروفة حيانا يتجمع لأخبير سيد الله من أورا إلا أنه لم يكن المسلمان لم يكن موسلم لأن المعروفة تقلق على التعامل عندما تتكلم تحضر الوضع على مزلس المسلم زمان الوضع يمكن أن تكون موسلم يمكن أن تكون منافضة يمكن أن تكون لديهم المسلمة يمكن أن يكون حمد هذا سنقم نعم وفقه هو كمسلم الوضع اسم مرحل جاء ابق الله بن أريق لاعتبر والذي يعلم هذا الربيع من الرابع ومن وجده فله هدية فزوغين كادو إن شاء الله يونكور لي 20 أوروب بلس لي ليفر بلس إن شاء الله شكونا كان معاه يا أصحاب السيرة شكونا اللوة بنت أبو بكر ما هجرتش معاه كانت كانت توصله من الماكلة وترجع أسماء رضي الله عنها الله يجزيكم كما تحدثت ستكون للمعامة كما تقول للمعامة ذكرت الأسماء رضي الله عنها لديك السرع في العامة ومن المعامة يتأتي لا لا المعامة كانت بالهجرة لا نفهم من المكة الغار ثور في الجنوب المكة يأتي لهم من المكلاب يمسحون الآثار و يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر يقوموا ثلاثيان ثلاثيان في الغار لأن القريس يذهب إلى الشمال و يذهب إلى مدينة يقوموا و يقوموا ثلاثيان عندما يخرج هو أبو بكر يتلاقوا و يقوموا من أورايقية و أحد آخر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المكة المككة ، المدينة؟ المدينة؟ المككة في مدينة أتazu ترى أن تذهب إلى مدينة حسنًا نعم ، هذه جيدة من أفضل نعم 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 ، نعم نعم في بروسل نعم 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 بروسل، بريد من قبل الشرل روى تسالك إلى نور أو إلى الصدر نعم تريد ان نحن إلى اللمن؟ هل 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 في الشمال أو الأجنوب؟ في الشمال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المكة بجيمشين المدينة الشامن وهمشين الجنو le prophète est parti vers le sud au lieu d'aller vers le nord vers le midi parce qu'il sait que Quraysh pour aller chercher le prophète et engager des chasseurs de prix ils vont se dire le prophète il va avancer vite donc on va le rattraper donc directement vers le nord lui il est parti vers le sud il les a laissé trois nuits en train de chercher je trouve le prophète qui s'est passé pour qu'il a fait 3 nuits ils ont dit qu'il n'y a pas d'aller vers le midi il 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 n'y a pas de 3 nuits dans le quartier du nord après 3 nuits il est sorti de la grotte de Thaw alors là il a fait dans les rendez-vous à Abdullah bin Uraïqit et à un autre il lui a dit tu tiens les deux chamelles il dit qu'il n'y a pas d'aller vers le midi il dit qu'il n'y a pas d'aller vers le midi il lui a donné rendez-vous il n'y a pas d'aller vers le midi par le téléphone il va chercher dans le téléphone il n'y a pas d'aller vers le midi il a fait un maximum de valeurs il m'a dit qu'il n'y a pas d'aller vers le midi il n'y a pas d'aller vers le midi mais il n'y a pas d'aller vers le midi il s'agit d'aller vers le midi regardez la contradiction du Khourya il voulait chercher le Prophete il voulait même l'assassiner mais les objets de valeur il les gardait au nom du public parce qu'il était le plus digne de confiance قد يجب عليك ان اخرجه. والجب جلد السلام في نبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لديهم امانات وقالوا لديهم اماما اذا كان لديهم اماما ان يوجد هناك في المتابع منه اماما جلدهم اماما اماما هم اماما ستقولوا بسم الله انهم اماما أبغي وقتلينه أعدغان ردلهم الأمانات خلص رأسه ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام طيب من الرابع لا غدش هنا يلعب الكوراج دماغ سكل ماش زيد F B زيد فرنسا فرنس بلجي طيب كينو لك تخيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ها بديو بخوفة صلى الله عليه وسلم نعم سابلكم ما شاء الله مصعب الله يرضى عليك خادي مؤبي بكر الصديق ما اسموه كيبدأ بالعين حرف العين كموس بغا عامل عامل بنو بنو فو فوهيرا عامل بنو فوهيرا رضي الله عنه عامل بنو فوهيرا رضي الله عنه خاديمو أبي بكر الصديق خاديمو أبي بكر الصديق هذا عامل بن فوهيرا كان يكتب كموس بخاديمو أبي بكر الصديق كموس بخاديمو أبي بكر الصديق عامل بن فوهيرا عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ أخوة نوية بعد ثلاثة لايالين خرج من غار ثور في الجنوب لا يدخل إلى نور الآن سوف يذهب إلى المدينة سوف يذهب إلى المكة المكة هنا وغار ثور هنا سوف يذهب إلى المحر على الشاطئ قريب من جدا سوف يذهب إلى المكة على المكة في طريق خلال أحيان سوف يظهر وضع في المدينة يتعلم إلى المدينة لم يكن منذ من المقدرة أو أسويدة أي أشخاص ترى أنها ترى أشخاص ترى أشخاص ترى شيئا فأنت إلى سيدها في المتر سراقة سراقة بن مالك بن جوعشم اسمتها سراقة بن مالك بن جوعشم هذا أعراب ساكن البادية قالت له هذا البنت الذي تعمل عنده يقول رأيت أسودة قالت له ما شكرا من بعيد قال قال قالت له سيدنا رسول الله سراقة ذكية ذكية إعنة قال 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 لا لا أعرف قال 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 أبو بكر أبو بكر أبو بكر قال 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 أعبقى صلى الله وضع الله قالوا انها خلي أو ميتين عندنا 100 ناقة والغاية أعلم زهدي أعلم أعلم صحيح صحيح أعلم في كل المصر قالوا أنهم حليZ محمد صحب حيzy أو ميتين أعطيهم 100 شمال 100 شمال 100 ناقاب حتى الآن عندما أصعد التعالي انديهم يجري الذين ي aromaticعه للبخلا قم يعملوا الأولى من ألبسك أجيمهم 5 أبو بكر هذه الأنفق أنهم أخبرتها لا 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 لأنه التعالي سوف تقول بجمال 100 ناقاب فقد بخشقه فإنه أغبرني فقد أقول فقده تقول وإذنك حفل فقد يقول وأنه يكون وأنه أنه يكون ذلك وإذنك حفل به compassion قال يطلب من خفزيهم في الاريخ لا يوجد من المنزل فهي لا يوجد في محاولة المسجد للفارس يقوم بسيارة يأخذ المحاولة يقول أن يحرر في الأرض المحاولة يحرر في الأرض يجرر المحاولة للهديد يجرر المحاولة للهديد كما تتوقف مع المأكس من أفرالك لماذا؟ الإيمان تتوقف تتوقف عندما تتوقف وهو الالitié للغيسان من يكون جملا الترجم لها تتوقف لطرور لطرور لا بالطريقة فإنه سيعجب كسر كتابت المسلم يتوقف لا أعتبر أن بحشر من الأرض لتأسى بها لم يكن الأرض ، نعم؟ ما شاء الله لأن إذا أرفعها ستعكس أشعة الشمس وسيراها من أشخاص من بعيد وسيراها أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديدة تضربت فيها الشمس إذن سوف يشوفها من بعيد من نبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر فسوف يستعدلوا فهو هبطها شوف هذا شيء كفالي هذا هذا رأى فارس سراقة بن مالك رضي الله عنه من بعد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من يجلس كلا ينتبع أو كخوا يوم سبحان الله إلي باقي مشار بفارسه يالله 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 قال حتى رأيت أبا بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم إليزافي يعني ربما مئة متر أو لا كيشوفه قال هو يحكي قال فإذا بأبي بكرين يلتفت مرة يمينا ومرة في ماذا أبو بكر فزيك سغو تغني رضي الله عنه خيف على أن يصلى الله فمرة يشوف هكذا عندك يجي شي واحد على غفلاء يقتلهم مرة يشوف هكذا عندك يجي شي واحد قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت فلا يلتفت فلا يلتفت فلا يلتفت هذا الصدق ولكن هذا رسول الله صلى الله وسلم فلا يلتفت فلا يلتفت فلا يلتفت فلا يلتفت فلا يلتفت فلا يلتفت محافظة ومن عملتهم في اليوم إذن إذن هناك عمابة فلن قلت لديهم أصبحين والعودة لفرصة لذلك لذلك فقط istle هل تريد أن أقاذ فيقلي؟ إعني ترجمة نانسي قنقر فَقَالْيَا رَسولَ اللَّهُ رَحْظَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قالوا اكتب لي امانا قالوا اعطينا واحد باسبور اعطينا واحد كارت بلانش لانهار اللي غادي انت تظهر وتقوى وتكون تسيد لها الدنيا كلها لانتعقل عليها اذا صفت الصحابة اولا نقول له ما اعطى الكارتة للنبي صلى الله عليه وسلم اقول لك اوالوا اكتب لهم امان 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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم امير ابن فوهيرا امير اكتب له امانا اقاتب له امان 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 لذلك الأمر يقول إننا نظر يا سوراقه وليس تنظر يا سوراقه كيف تنظر يا سوراقه إذا لابستان سيواري كيسر عندما تتعامل عندما تتعامل الوزنة من روى المرس المبارس 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 هذا المبارس الذي يتعامل في البارد يجب أن يكون سوراقه كما تتعامل وقال المبارس 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 يقول أنه أعرف تكون الأمر الأمر يريد أن تهرأ. لكن عندما أعلم أنهم سيكون هذه الحقيقة. لأنها كان الأمر الأمر الأمر. يقول للإباني الله أنه يحقا. أقول لي أنني لا أعتقد أنها لا تعتقد. كيف ترون القرآن؟ لا 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 اعرف هذا القرآن، لا أعرف القرآن. أين أقول القرآن؟ ويلم يتبع على الأمر الأسنة تقريبا 15 عام بعد هذه القصة 10 عام أو 17 عام حدث عمر المخطة أخبرت عمر المعارة معسنى صلى الله عليه وسلم ويقفت وكذلك لكم نرى الكلمة المسلمين الذي تتعرى الله وانه مرتفعه في شخص فإنه على صحابه وأخبرت كلمة المقلاد خرجت من مكة تريدن فارن لقد اشتركت مكة 500km من قمت ويقول أنه يتخذون اليوم الكنوز بين يديه عمر قال أين سراقة؟ قال أين سراقة؟ قال يقول بس بدأ يبكي سراقة حينما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم آمار بكتابة الله يكخيدي حديث حديث كلامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه لسراقة كما كتب الصحيفة المدينة لشقة من مدينة la constitution دستور المدينة المنوورة كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق والواجبات بين المواطنين لدواء والدواء des citoyens كان هناك في المدينة من العرب المسلمين ومن العرب المشرعين وهناك بعض النصارى وهناك توائف من اليهود هناك إلعباء الأموال والنظر بشكل سعيد أبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرف مدينة يوجد الكتاب بإمكان المزيدة والمزيد لتبدأ في كل شخص في كل المنزل لتحدث في الحاضر لدينا حصائح ilانل نتعرف أمو المزيدة كتابة تحدثت ترجمة نانسي قنقر 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 هذه الصحيفة التي تسمى الصحيفة الصحيحة كثيرا لديهم خالح الكبيرотриقي عن اعطى بمبارة انهم ان يصبحوا عليه من السحابة انهم يصبحوا على السبوع الأشخاص علي و أبو بكر و عبد الله بن عبر العاس سنجد شخص من الصحابة كتب هذه الصحيفة كتبها همام بن منبه همام بن منبه هذا من التابعين وليس من الصحابة هذا تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه اسمه همام بن منبه أخوه وهب بن منبه عرف في التاريخ الإسلامي بي القصص كان يقص هنك قلوه إحلاي قياه وكذا هنمشي بن مفهوم دينا حلاقي يعني كي غكي لا كنك يعود للناس أخبار أهل الكتاب parce qu'il connaissait بكو ديستوار ديشان 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 صحابة وليس من المنبه لن نتحدث عن همام همام بن منبه هذا من كباري علماء التابعين c'est un grand صحاب ديشان ولد عامة أربعين من الهجرة هناك 42 إجير ومات على مياه 31 من الهجرة إما قلوه طوله يموره يموره 131 لن نصف 40 إجير لن نصف 40 إجير من الهجرة ديريش ومات على مคะ هذه الأحاديث كتبها همام كتبها なأسف لحديث لذلك že المترجم للقناة 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 لا أعلم أنه لا أعلم لأن السوارين في حالة الأغلى في حالة المنطة لا أعلم لا أعلم في حالة أنت محبس لا أعلم فأوحى الله إلهي الله يقوله في حالة سوف تبقى في حالة المنطقة المتلقى سوفت تبقى مجمعين لأخرج سوف ينكّن سوف يقوله من أحدهم المحبري 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 كامل المترجم للقرآن 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 فأقفوا